عثرت السلطات في ولاية تيزي ووزو شرقي الجزائر على جثة يشتبه أنها للطفل يبلغ من العمر أربع سنوات وهو مختف منذ أول ديسمبر هذا وتطالب جامعيات مدنية بعدد تفعيل عقوبة الإعدام في حق المعتدين على القصر في الجزائر لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر حسين جزائري حسين ما هي تفاصيل هذا الخبر نعم وائل نحن حاليا متواجدون على مستوى قرية إغي الموح ببلدية أتيحيا موسى في ولاية تيزي ووزو التي تقع على بعد مئة كيلومتر شرق الجزائر العاصمة بالأمس عثرت مصالح الحماية المدنية مرفوقة بمصالح الدارك الوطني هنا في هذه الغابة التي تظهر هنا أمامنا عثرت على جثة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات يشتبه في أنها هي جثة للطفل اختفى منذ حوالي أربعة أيام وهو الطفل يانيس طفل مصاب بالتوحد تم العثور على الجثة وكانت مشوهة بعد أن تعرضت لها الذئاب التي شوهت الجثة وهذا ما استدعى نقل الجثة إلى مستشفى تيزي ووزو لإخضاعه إلى الطب الشرعي للتعرف حقيقة على الجثة عائلة الطفل المختفي الآن وجدناها مفجوعة في القرية وتطالب بتحقيق معمق حول الخلفيات والأسباب التي تقف وراء هذا الحادث خاصة أن هذا الطفل مصاب بالتوحد والبعض هنا يؤكد بأن العملية ليست مجرد عملية اختفاء ولكنها هي جريمة في انتظار ما يكشف عنه الطب الشرعي وأيضا تقرير وكيل الجمهورية لولاية تيزي ووزو التي يتابع هذه القضية وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الجمعيات وشبكات التي تتابع حقوق الطفل في الجزائر بتسليط عقوبة الإعدام على مختطفية الأطفال والذين يعتدون على الأطفال ويقتلون على الأطفال بتقليص أقصى العقوبة وهي عقوبة الإعدام التي ظلت في الجزائر متوقفة منذ سنة 1993 رغم صدور أحكام بالإعدام لكن العقوبة ظلت متوقفة حتى أن وزير العدل خلال مشروع الذي قدمه حول مشروع قانون اختطاف الأشخاص قال بأنه لا يستبعد إعادة تفعيل هذه العقوبة وبأن الجزائر دولة داد سيادة وأن ضغوط المنظمات الحقوقية الدولية لا يمكن أن تحول دون تطبيق هذه العقوبة في حق الأشخاص الذين يقتلون ويعتدون على الأطفال القصر شكرا جزيلا لك حسن جزائري مرازي الغد كنت معنا على كل هذه المعروبات شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا